مختصر الأخبار أهلا بكم إلى مختصر الأخبار وزارة الصحة تعلن اليوم الثلتاء تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالمغرب إلى 7,866 حالة وزير الداخلية عبدالواف الفتيت يؤكد بمجلس المستشارين أن القرارات الأخيرة المتخدة لا تعني بأي حال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من العزلة الصحية وهو ما يحتم ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية وزير الشغل والإدماج المهني محمد أم كراز يعلن بدء الحكومة تنزيل مشروع التأطيط الصحية والتقاعد للعمال المستقلين الذي يستهدف ما يزيد عن 5 ملايين من العمال المستقلين وذوي الحقوق الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تشيد في بلاغ لها بإجماع الأحزاب الوطنية على صيانة الاختيار الديمقراطي ورفضها لدعوات التبخيس والنيل من الأدوار الدستورية للأحزاب دوليا صدقت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء على طلب تنديد حالة التوارئ للمرة السادسة على التوالي وذلك لأسبوعين إضافيين حتى الواحد والعشرين من يونيو نهاية مختصر الأخبار في أمان الله مختصر الأخبار